استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء ديمتروس كوبولوزيس كما عقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء حيث وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تلفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وفي اجتماع آخر مع وفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي اكد رئيس السيسي دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي وذلك بحضور السيد عدد العسومي رئيس البرلمان العربي والسيد تشاف تشارمبرا رئيس برلمان عموم افريقيا ومن الجانب المصري الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النوهب السيد الرئيس رحب في مستهل الاجتماع برؤساء البرلمانات العربية مؤكدا دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية كما ثمن السيد الرئيس قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الامن الغذائي الذي تتعظم اهميته في ظل ازمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم وفي ذلك الاطار اكد السيد الرئيس اهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية ومؤكدا ان استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر اسمحنا رحب بكم اهلا وسهلا وسعيد بوجودكم في بلدكم التاري مصر ودايما يعني بيسعدني ويشرفني ان انا ارتقي واتحدث معكم واسمع منكم وبأكد يمكن في بداية كلامي على ان الدور الكبير اوي اللي بتقوم بالبرلمانات العربية كضمير لشعبها يعني كل برلمان بيعكز هو ضمير لشعبه وسواء على التشعاعات اللي بيطلحها ولا على متابعة السلطة التنفيذية او حتى من خلال التواجد اللي هان في البرلمان العربي بالشكل دوت للتواصل وتبدل الخبرات ده امر الحقيقة اكتر من رائع وكل ما هيزيد هذا التواصل وزيد تبدل الخبرات زي ما بقول كده كل ده ما هيكل لمصلحة شعوبنا يعني لكن خدينا رجع تاني مرة تاني وقول لنا سعيد بالقاءكم واكد لكم ان احنا مستعدين دائما لدعم كل الجود اللي بتعملوها وكل المجادرات اللي انتو بتشتغلوا عليها لان احنا بنؤمن جدا بدوركم من جانبهم اكد السادة الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الامة العربية كما ثمنوا جهود مصر بقيادة السيد الرئيس ومواقفها المشرفة والمشهود لها في الدفاع عن الامن القومي العربي كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ديمتروس كوبيلوزيس رئيس مجموعة شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من كبار مسؤول الشركة اليونانية اللقاء تناول استعراض فرص التعاون مع الشركة اليونانية لتنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها الى اوروبا عبر اليونان من خلال الربط الكهربائي بين البلدين تعظيما للاستفادة من البنية الاساسية الحديثة التي اسستها وطورتها مصر في مجال الكهرباء خلال الاعوام القليلة الماضية فضلا عن المقومات الطبيعية التي تتمتع بها من مصادر طاقة الرياح والشمس وقد تم في هذا الاطار التوافق على مواصلة الدراسات الجارية لبلورة التعاون المشترك مع مجموعة كوبيلوزيس لإقامة مشروعات انتاج ونقل الطاقة النظيفة من مصر الى اوروبا عبر اليونان ترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز اقليمي لتداول الطاقة بمختلف انواعها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاجتمع شهد عرضا من وزير الكهرباء للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطع الكهرباء لسيما التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الاجنبية وذلك في اطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول الى نسبة اثنين واربعين في المئة للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام الفين وخمسة وثلاثين كما استعرض الدكتور محمد شاكر مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية في مجال توليد طاقة الهايدروجين الاخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية ذات الصلاة واضف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة وتعزيز الجهود في هذا السياق في ضوء القيمة المضافة المتنامية لمشروعات الهايدروجين الاخضر كما وجه سيادته بالاستمرار في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر امدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر اشتركوا في القناة